اكد وفد الشعبة البرلمانية ان مملكة البحرين طبقت تجربة تعليم ناجحة ومتميزة في مواجهة تحديات جائحة كوفيد 19 حيث اشاروا الى السمرارية العملية التربوية والتعليمية في المملكة وعدم تأثر كافة المراحل الدراسية جرى الجائحة والذي جاء ثمرة لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله بأهمية تطوير المنظومة التعليمية ومواكبتها مختلفة المتغيرات والظروف وانعكاسا للحرص الكبير الذي توليه الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للعملية التربوية والتعليمية وفقا لرؤى وتطلعات جلالة الملك المفدة جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في المؤتمر العالمي السابع للاتحاد البرلماني الدولي للشباب البرلمانيين لمناقشة التعافي بعد كوفيد-19 حيث تأتي هذه المشاركة ضمن أعمال اجتماعات الجمعية الثانية والأربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي والتي تعقد هذا العام لمناقشة موضوع التغلب على الوباء وبناء غد أفضل دور البرلمانات